النهاردة وطبيعة الحال ده برشلونة بيغير مدرب لازم العالم كله يكون عامل كده ولما أعلنوا عن كيكي سيتيان كمدير فني لفريق برشلونة الأسئلة كلها ما بين هل الكرة الحلوة اللي عملها مع ريال بيتيس هيعرف يحولها اللي كرة حلوة معتاد عليها برشلونة وافتقدها مؤخرا لكن مع نتائج حلوة هل صاحب السن الكبيرة هيعرف يقدم اللي مستني جمهور برشلونة هو الرجل النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد ما وقع العقود واتكلم أمام الإعلام قال لهم أنا جاي كمدير فني طبعا لنادي برشلونة فمهم جدا أنه ياخد كل البطولات قال أنا جاي أخد كل البطولات أن أنا جاي من دلوقتي أعايز البطولات كلها أكسبها ميسي أنا هبكي لما يعتزل ده كلامه علاقاته مع اللاعبين آه كلهم اليوم كل الاحترام لكن لازم يكون فيه انضباط ولازم يكون فيه احترام للفريق اتكلم بقى على منافسات سابقة وعلى مطشات سابقة واتكلم على طموحات أكيد الموديل الفني الإسباني الجنسية اللي كان بيلعب في مركز خط الوسط وكان أهم مراحله لعب في أتلاتي كومديري أبليكا ولعب في سنتندير وكان برضو يعني لعب من اللاعبين لكن مروش مشوار دولي كبير مع منتخب إسبانيا على أي حل اشتركوا في القناة